إذن مشاهدين باتت القارة الإفريقية السمراء مرتعا لأخطر التنظيمات الإرهابية المحلية وكذلك الوافد إليها في ظل عدم قدرة دول على مواجهتها تقارير أمنية واستراتيجية قالت إن القارة الإفريقية دخلت في عام 2021 مرحلة تفاقم المد الإرهابي وأصبحت نموذجا للإرهاب العابر للحدود الباحث الجزائري جليل لوناس في دراسته تحدث عن وجود 13 تنظيما إرهابيا في 13 بلدا إفريقيا وتصدرت دول مالي وبوركينفاسو والنيجر لائحة التنظيمات الإرهابية بواقع سبع تنظيمات وتعرف هذه التنظيمات بأسماء مختلفة وهي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأنصار الدين وجبهة تحرين ماسينة والمرابطون وإمارة الصحراء التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب وأنصار الإسلام وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى وتكشف الدراسة أنه في نيجيريا والنيجر والكاميرون والشاد تنشط جماعات بوكو حرام وتنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا وتنظيم الأنصار أما الصومال فينشط فيها تنظيمان إرهابيان اثنان هما حركة الشباب تنظيم داعش في الصومال ووصل تمدد الجماعات الإرهابية إلى زنبابوي الواقعة في الجنوب الشرقي من القارة السمراء تكشف الدراسة عن وجود ثلاث تنظيمات إرهابية في تونس تسمى عقب بن نافع وأنصار الشريعة فرع تونس وجند الخلافة أما في ليبيا فينشط فيها تنظيم داعش بفروعه الثلاث وتنشط في الجزائر جماعات إرهابية تتبع تنظيم القاعدة حيث تمكن الجيش الجزائري في عملياته من قتل العشرات منهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة أما في مصر فتتحدث الدراسة عن تنظيمين إرهابيين هما تنظيم داعش فرع سيناء وتنظيم داعش مصر والتنظيم الإرهابي الأول يتكون من فرعين اثنين ولاية سيناء وتنظيم بيت المقدس